السؤال تقول أنه وجدت في جهاز موبايل ابنتي أمور غير أخلاقية وعمرها 16 سنة كيف أعالج الأمر؟ أرجوكم ارشدوني اليوم الأسئلة كلها اجتماعية أختي الكريمة وجود موبايل أنا اسمحوا لي أتكلم هذا الشكل تسمحون وجود موبايل بيت بناتنا وعمرهم 15 و16 صحيح؟ سؤال لكم أنتم جاوبوا عليه هل من الصحيح أن يكون جهاز موبايل بيه انترنت وبيه على حال مواقع تواصل أنطي بيت بنتي أو بيت أولادي؟ هل صحيح؟ أعتقد جازما أعتقد جازما أنه من الأخطاء الكبيرة أن نضع موبايلات بيت أولادنا وبنات هس الأولاد والبنات يزعلون علي السيد هذا رجعي السيد علي حال تقليدي السيد يعيش ما أدري أيام زمان أنا جاء أتكلم حسب معطيات الآن موجودة في تقرير وتقارير كثيرة لمؤسسات دراساتية فيما يرتبط بالتربية والطفولة أنا وصلت إلى هذا المعنى أنه وجود الموبايل بيد الأولاد وبيد البنات اللي في الواقع ليسوا على مستوى جيد من النضج هذا مثل واحد يطيق مسدس فيه رصاص يطيق ابنه الزغير ما يعرف شو يتصرف فيه أو سكينة حادة يطيقها إلى طفل ولذلك إحنا في عائلتنا ما كوا بنية عندها موبايل من تزوج على حال هي وزوجها بعدها ليس مسؤوليتها أما بنت حتى بناتي في الجامعات ما كان عندها موبايل الله يشهد ما كوا موبايل جامعة وما أدري كلية وتخرجت موبايل ما كان عندها بعض الأحيان حتى صرصور هاي الصرصور اللي بس تخابر بعض الأحيان لبعض الأشياء نقول بابا هذي لين إحنا طالعين التصلي علينا فقط ليش هذا مو أنه إحنا رجعيين أو إحنا ناس متخلفين لا لا إحنا ندري أن هذه الأجهزة سم قاتل والرصاص مهلك ومفاسد قد تجعل ماذا؟ قد تجعل الشاب والفتاة المراهقة في مشاكل نفسية كبيرة وانحرافات اجتماعية كبيرة ومن المسؤول؟ من المسؤول؟ أنت وأنتي أنت الأب وأنتي الأم يجبوا سيدنا شونا عالج؟ خلص ولماما يطيني هذا الموبايل تروحين يشوفين منه اللي يسألتوا موبايل بعد مشكلة أنه تأخذوا الموبايل يصر عندها كآبة وعندها مشاكل بعد أكو حلول أخرى تأخذين موبايل شيء اللي اسمه يوتيوب وما أدري كذا ذني تحذفيها تخلي لها أكو بعض البرامج اللي للأطفال أو لل ماذا؟ الشباب وتخلين هذه البرامج عندهم بماذا؟ بنظام المراقبة من عندك يعني هي تدري البنية أنه أنت كل شيء اللي يطلع عندها يطلع عندك هذا يجعلها شوية تنضبط شوية تخاف من أن تذهب إلى شيء الغلط والأفلام الغلط واللقطات الغلط هذا على حال أهل الاختصاص يعرفون راجعوه